بنسلفانيا، نورث كالورينا، جورجيا، أريزونا، نيفادا وألسكا سبع ولايات متأرجحة يبدو أن بايدن حسمها نانسي بولوسي رئيسة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي خرجت لتؤكد التقدم الكبير لمرشح حزبها جو بايدن بولوسي حاولت أن تهدئ من حماسة مؤيدي حزبها وتطمئنهم في الوقت نفسه بأنها مسألة أيام لإعلان الانتصار الكبير المؤتمر الذي استغرق نحو نصف ساعة لم تخف فيه بولوسي مخاوفها من خطر تصريحات وإجراءات المنافس الجمهوري ترامب ومحاولته رفع الشرعية عن العملية الانتخابية برمتها وهو الأمر الذي قد يذهب بأمريكا إلى مربع لا يرغبه أي أمريكي فأحدهم يريد لها أن تتأرجح أكثر بتأجيل النتائج والطعن في الفرز ووقف العد في بعض الولايات كبينسلفانيا حملة ترامب الانتخابية من جانبها أكدت فوزه وتعدت ذلك للتشكيك في عملية فرز الأصوات متهمة بايدن بالغش مؤكدة توجهات ترامب باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في النتائج واستبعاد الأصوات المسجلة عبر البريد أمام اتهامات ترامب أكدت مفوضية لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية أن نشر أفكار المؤامرة بشأن الانتخابات لن يغير النتائج وصفة أقوال ترامب بأنها أكاذيب تقوض الديمقراطية ومع تقدم بايدن بل وحسمه نتائج الانتخابات قبل إعلانها رسميا وفي ظل معلومات عن شراء الأمريكيين آلاف قطع السلاح خلال الأيام الماضية تتسع أكثر فأكثر المخاوف من أن يأخذ ترامب أمريكا إلى الفوضى ترجمة نانسي قنقر